موسيقى مشاهدينا أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من زينة وطعم البيوت وأسرة يوم السبت النهاردة بنقابلكم في أفضل أيام الدنيا في يوم عرفة كل عام وحضرتكم بخير ويا رب إن شاء الله النهاردة تتغشانا كده الرحمات والمغفرة ويحصل نوع من أنواع الأدق الجماعي من النيران لأجبر عدد من أهل الأرض يا رب بإذن الله ببركة الحجيج الموجودة هناك وبركة دعواتهم بإذن الله كل عام وحضرتكم بخير سعيدة أن أكون معكم النهاردة مع زميلة العزيزة نيفين القاضي أهلا بك يا نهلا مساء الخير عليكم مساء الخير على كل أستاذ المشاهدين بنقدم لهم التهنئة والتحية عيد أطحص عيد إن شاء الله وهو طبعا يوم جميل الأمة الإسلامية كلها بتحتفل فيه بكمال الدين وتمام النعمة ربنا يتقبل كل دعواتنا وكل أمانينا ويرجع كل الحجاج بسلامة وخير لأهليهم إن شاء الله زي ما احنا متعودين عزيزة المشاهدين مجموعة كبيرة من الفقرات وطبعا النهاردة يوم خاص جدا فهيبقى لها علاقة كلها بعيد الأطحص المبارك وبنبدأ ببرنامج زينة وبعد كده بنلتقي ببرنامج طعم البيوت في زينة عندك أول حاجة إيها عندنا نهلا؟ طبعا نحن نتكلم عن يوم عرفة لأن هذه حادثنا كلنا وانشغلنا كلنا كنا نفضل جميعا طبعا نحن نكون في البيت بنذكر ربنا دلوقتي وبنعمل حاجات حلوة كتير وعبادات لكن العمل عبادة أيضا حنشوف النهاردة فضل هذا اليوم إيه اللي نقدر نعمله في جدول يوم عرفة دائما كده بنتداول على وسائل التواصل الاجتماعي هذه الجداول نعمل إيه في يوم عرفة تقسمه إزاي علشان تعمل أكبر قدر من الخيرات وتتقبل بإذن الله وده حيكون موضوعنا في الفقرة الأولينية النهاردة لأن طبعا زي ما قلنا هو يوم إتمام الدين زي ما قالت نفين وإكمال النعمة وبالتالي عاوزين نعرف إيه اللي حصل في يوم عرفة نلقي الضوء على خطبة الرسول وأبرز ما جاء فيها في حاجة الوداع في يوم عرفة نعرف كمان فضل هذا اليوم وإزاي نحييه علشان إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى نتقبلنا جميعا ويعتق رقبنا رب بإذن الله في هذا اليوم العظيم دي حتكون فقرتنا الأولى ده موضوعك يعني مهم وجميل جدا ومتهيألي دي من أجمل الحاجات إحنا محتاجين إن إحنا نسمعها ونعرف تفاصيلها يعني عشان نعرف كمان تفاصيل وأسباب العبادات والشعائر اللي إحنا بنقيمها عايزين كمان نتكلم وإحنا بنتكلم عن هذه الشعائر بقى وعن هذه الاحتفالات والعادات والتقاليد إن هي بتحيي في النفوس طبعا مشاعر عديدة جدا إحنا دايما بنتكلم إن إحنا بنحب نستغل هذه المناسبات وهذه المشاعر وهذه العادات والتقاليد إن إحنا نتواصل أكتر ونقترب أكتر وكمان فيه حاجة اسمها الشحنة الإيمانية دايما في الأعياد الدينية بيبقى فيه شحنة إيمانية جميلة جدا الناس بتحاول إن هي تكتسبها وبتحاول إن هي تزداد منها النهاردة هلتكلم إزاي نوصل للموضوع ده وإزاي نحاول إن إحنا نستفيد من عيد الأطحى المبارك والمناسبة الدينية الجميلة وإحنا شايفين الشعائر معانا على الهواء مباشرة إزاي إن إحنا نستزيد منها ونحاول إن إحنا نستغل هذه الفرصة الجميلة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى طبعا ده من خلال لقائي في بردامتكم طعم البيوت الفقرة الثانية عندك إيه نهلة؟ فقرتي الثانية لها علاقة بقى بزينة أكتر ويعني المرأة لكن برضو لها علاقة بفكرة الأعياد والجمال العيد لازم نظهر في الفرحة الفرحة دي بتظهر عن طريق توزيع الحلوة على الناس في الشارع تبادل التهاني الاتصالات الهاتفية وأيضا ممكن تظهر من خلال اهتمامنا بمنزلنا كل سيدات البيوت طبعا وكل يعني السيدات بيحبوا إنهم ينظفوا البيوت قبل العيد نتمنى أن ده يكون قبليه فترة علشان بيحصلش درباكة النهاردة ولكن أيضا منحب إن نضيف لمسة جميلة على بيوتنا التغيير في الدكور بسيط إضافة بعض اللمسات اللي بتشير للحدث الديني ده حاجات بسيطة قوي بتتبعها دلوقتي وممكن يكون أسعارها في متناول الناس ومتناول الجميع لكن بتعمل نوع من البهجة وبتغير الحالة عند الأسر كلها المصرية ويتخليهم يحسوا بالبهجة إيه اللي ممكن نعمله في الدكورات سواء في حجرات النوم أو في المعيشة أو في غيرها من القوض الموجودة في البيت علشان نعمل هذه الحالة ونشعر نفسنا بالبهجة وبالفرحة بقدوم العيد وده واجب علينا نحن نفرح بالعيد ده حيكون موضوع حادثنا في فقرتنا التانية النهارة وعشان نحس ببهجة العيد طبعا لازم أننا نستريح شوية لأننا طبعا أنت جبت لصيرة التنظيف ويمكن السيدات المصريات بتعاني من حكاية عمليات التنظيف الشقة اللي بتبقى ما قبل الأعياد والمناسبات علشان تستقبل بعد كده الضيوف وتطرنا تنظف تاني بعد كده فإحنا طبعا عايزين نديها شوية كده راحة وشوية استجمام وتقدرنا تستمتع بالعيد وتستمتع كمان بنهاية تتواصل مع الأهل والأصدقاء تعالوا مع بعض أعزائي المشاهدين نبدأ حلقتنا النهاردة بعد الفاصل ونبدأ مع برنامج السيناء أجمل هذه التلبيات لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إحساس جميل متضافق كده بيكون داخل ده وإحنا بنحي هذه السنة وسنة التلبية وسنة التجبير اللي هي لابد نحن نحيها في كل البيوت وإحنا نفسنا نتشجع ونظهر الإحساس ده في الشوارع وفي الأشغال وفي البيوت عندنا ونقول ونكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد هي دي معنى العيد تجبير الله وحمده على ما رزقنا سواء من بهيمة الأنعام أو غيرها من النعم الكثير جدا عايزين نكلم النهاردة عن هذا اليوم اللي بنعتبره أفضل أيام الأرض ده بالأحاديث النبوية وبموارد في السنة الكريمة ربنا سبحانه وتعالى هو سما كده أفضل أيام الأرض في هذا اليوم بيوباهي ربنا سبحانه وتعالى بنا ملائكته وأهل السماء لأن كل هؤلاء الحجيج يعني يراحوا ربنا مش عايزين حاجة غير عفو ورضا ورضوانه يا رب جعلنا إن شاء الله من الحجيج العام القادم والحجيج في هذا العام يا رب تقبل دعواتهم واجعلهم من المقبولين وينجعوا بالسلامة والأمان لبلادهم في كل أنحاء العالم خلينا نهاردة دوقي الدوق على هذا اليوم العظيم ونعرف إزاي نحيه ونعرف كتير من المعلومات اللي احنا بنبقى عايزين نتساءل عنها معنا للحديث عن هذا الموضوع الأستاذة فاطمة صفي الدين ماجستير الدراسات الإسلامية أهلا بحضرتك أستاذ فاطمة أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيبة وبخير بحضرتك بصحة ربنا عيد وعلينا كلنا بالخير واليوم والبركات آمين يا رب بداية كده المسمة ده ورد فيه كتير جدا من المعلومات ليه ثم يوم عرف بهذا الاسم طيب بسم الله الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن آمن به وولاه وفعث هي التسمية في يوم عرفة العلماء تكلموا في معناها قالوا أن فيه أكتر من سبب للتسمية السبب الأول قالوا أن سيدنا آدم وسيدة حواء لما نزلوا الأرض وفترقوا في طلب فترة كل واحد يوم يبحث عن الآخر لحد ما اتقابلوا في المكان ده فعرفها وعرفت فمن هنا جاءت التسمية وفي بعض العلماء قالوا أن التسمية جاءت أن سيدنا جبريل عليه السلام لما كان بيوري سيدنا إبراهيم للشعائر فجي في المكان ده وكان بيقولوا عرفت عرفت سيدنا إبراهيم بيرود يقولوا عرفت عرفت فجاءت التسمية وفي قول بيقول أن التسمية عرفة لأن الحجاج يتعرفون في هذا المكان وفي هذا اليوم جميل أيضا كلها حاجات معاني جميلة جميلة سؤال التعارف هما اللي بيأتوا بقى إيه إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا فجي من أقصى الدنيا عشان يتعرفوا على بعضه وعشان يكبروا نعمة ربنا سبحانه وتعالى ويحمدوا ويستغفروا اليوم ده يوم عظيم بيبدأ اليوم ده من إمتى هو بدأ من إمتى بالفعل وإن شاء الله ستكون نهايته إمتى وإزاي نحي هذا اليوم العظيم إحنا كمسلمين طيب هو يوم عرفة هو من أعظم الأيام وأفضلها وإزاي نحي هذا اليوم يعني غير الحاجة طبعا كل الأعمال الصالحة اللي بنعملها في كل الأيام أو في أي يوم آخر فعلها في يوم عرفة أعظم بركة وأجرا من فعلها في غيرها من الأيام فلو هنقدر نتصدق نقرأ قرآن أي عمل من الأعمال الصالحة في اليوم ده فهو من الأعمال المستحب خاصة الصيام أو خلينا نقول أنه فيه ثلاث حاجات ممكن نتكلم عنها تفصيلا لأنها حاجات يعني تعتبر سهلة وأجرها عالي جدا الصيام والذكر والدعاء فأول حاجة عندنا الصيام والصيام في يوم عرفة لما سيدنا النبي سوء العلي قال أنه بيعدل قال أنه يكفر زنوب عام مضى وعام قادم طيب الوقاء لما تكلموا عن الزنوب عام مضى طيب هو عملها طيب وزنوب عام قادم هي أصلا لسا ما حصلتش فقالوا معنى أنه يكفرها أنه يحفظه من فعلها يعني الإنسان لما يصوم في اليوم ده ربنا يكفره الزنوب اللي هو عملها سنة اللي فاتت ويحفظه في العام القادم أنه هو يرتكب زنوب ومعاصي جديدة فالإنسان يعني يبقى في قلبه كده عنده خوف من ربنا سبحانه فعال أنه هو يبقى مقبل على الذنب هو مش عايز أنه يعمل كده الحاجة الثانية لما قالوا طيب هي الزنوب دي هل هي صغائر الزنوب ولا هي الزنوب الكبائر فبعضهم قالوا لا هي الزنوب الصغائر وبعض الفقاء قالوا لا هو هو اللفظ عام إنه ربنا سبحانه وتعالى يكفر ده لفظ عام فيشمل الصغيرة والكبيرة ورحمة ربنا أوسع من إن احنا نضيقها على أحد ونقول لا ده ربنا مش هيغفر أو هيغفر بعض الزنوب دون بعض سواء كانت صغائر أو كده طيب هل الصيام هنا معناه بس أن أنا أمتنع عن الطعام والشراب لا هو الصيام لازي صيام الطعام والشراب وصيام الجوارح صيام الجوارح صيام القلب وأن الإنسان يكون يعني عنده إخلاص إنية لله سبحانه وتعالى في صومه وأنه يتوب من المعاصي والزنوب اللي هو فعلها عشان ربنا سبحانه وتعالى يغفرها له ويكون عنده عزم أكيد على عدم العودة لهذه الزنوب وحاجة مهمة جدا أنه هو يكون عنده حصن ظن بربنا سبحانه وتعالى أن ربنا هيغفر له أنا عند ظن عبدي فيه فليظن بيه ما شاء ربنا سبحانه وتعالى يقفى ما ظنكم برب العالمين فإحنا ظننا بربنا سبحانه وتعالى أن شاء الله متحقق فيه يجب علينا أن نحسن أو ظن بربنا سبحانه وتعالى جميل لك كانت أول حاجة صيام خلينا نتوقف عند عشاء قلتي معاني جميلة قوي فيها بس أعزيني أن نعلق بعض التعليقات البسيطة عليها لأن أجر الحجيج بيخفر لهم ما تقدم من ذنوبهم أجر الناس اللي ما بتحجش اللي زي حالتنا كده لسه ما أصبهم ش الدروا من نتمنى لا ده حيخفر لنا سنة جاية فإحنا تخيال لو كل مسلم صام يوم واحد هو يوم وعرفة حيتغفر له سنة فاتت وسنة جاية لو داوم على طوال حياته وكأنه مغفور له وذنبه طوال حياته يعني اللي جاي واللي فات وده معنى جميل جدا تانية حاجة حاجة قلت ندخل بإقبال عن ربنا وإحنا موقنين إن شاء الله بإننا مقبولين لأنه ما ظنكم برب العالمين ظننا إن شاء الله مغفرة وعفوا ورد فإن شاء الله ده يتحقق فبردو الناس اللي أحيانا ما بتحسش بالخشوع أنا خايفة مش حاسة بحاجة قلبي مش حاضر ما بعيطش لا تشجع برضو إن شاء الله إحنا دخلين علشان ربنا بربنا فربنا يتقبل يا رب إن شاء الله لا ودي بتكون صوارف من الشيطان هو كل الوقت عايزك تبقى مزبزب وعايزك يبقى وعندكش يقين فإحنا الحاجات دي ما ننتفتش لها يعني ربنا أكبر وآظم من كل حاجة وربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم فإحنا يعني نربط قلبنا برحمة ربنا سبحانه وتعالى ونبعد عن أي حاجة تانية فنخلي يقيننا بالله قول فكان أول حاجة فاني حاجة حقيقة عملتيها في المقدمة لما كبرتي وهللتي وقلتي بعض الأسكار لأنها تاني حاجة للذكر فمستحب جدا مستحب إن احنا نكسر جدا من الذكر في يوم معرفة سنة النبي قال إن أفضل ما قلته أنا والنبيين من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فنقول ده ونكرره نردده طب إحنا مش حفظين ده نقول نسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا أقوة إلا بالله أهم حاجة إن احنا نحافظ في اليوم ده على الذكر فاذكروني أذكركم فتخالي إن احنا نعطل النهار في معاية ربنا سبحانه وتعالى بنذكر ربنا سبحانه وتعالى فربنا كمان يعني ذكرنا عنده موجود فنحافظ على الذكر النهار اللي صام وربنا وفقه للصيام وأعانوا عليه عنده ميزة وبعد كده مع الميزة دي أنه هو يذكر ربنا سبحانه وتعالى ويحافظ على الذكر الباقي من النهار أدي كده عنده نقطتين طيب وحاجة كمان وحاجة مهمة جدا هي الدعاء أنه هو يدعي ربنا سبحانه وتعالى طيب هل في دعاء مستحب اليوم عرفة في أدعية كتير وردة في القرآن والسنة طيب لو أنا أمي أدعي أقول إيه يستحب أن أنا أدعي بالأدعية الجامعة يعني إيه الأدعية الجامعة الجامعة لخيرات دنيا والآخرة في ناس لما تدعي طيب تدعي كده في الدنيا تدعي حاجات كتير في الدنيا وتبع ناسية الأخرة في ناس العكس تدعي في الأخرة وتسيب الدنيا وإحنا ممكن نطلب من ربنا الاثنين يعني ممكن نطلب من ربنا أنه هو يعملينا حاجة في الدنيا ويعملينا حاجة في الآخرة فنقول مثلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فدعا جامع بكل حاجة الدنيا والآخرة ممكن نقول مثلا اللهم من الأدعية الواردة في السنة اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفافة والغنى فشوفي الهدى الهداية والتقى التقوى والعفة العفاف والغنى وكل واحدة فيهم يعني الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يرزقه الهداية فيكون موفق في حياته ربنا يهديه للصواب ويهديه دايما للخير والتقى الإنسان اللي عنده تقوى في قلبه دايما يبقى بيراقب حاله وحاس عنده إحساس أن ربنا سبحانه وتعالى مطالع عليه في كل أموره فتلاقيه يبعد عن كل ما يغضب الله عز وجل ويكون قلبه دايما رايح للحاجات التي تترضي ربنا سبحانه وتعالى عنه الهدى والتقى والعفاف العفة أن ربنا يرزقه العفة في حالي ومالي وأهلي يعني يبعده عن الحرام بكل أشكالي قولا وفعلا والغينة الغينة مش معناه في ناس تظن أن الغينة ده أن أنا يبقى عندي فلوس لكن هو الغينة معناه أشمل وأوسع في الدعاء من إن ربنا يديك فلوس ده ربنا يديك فلوس وربنا يغنيك عما سيويه سبحانه وتعالى فممكن أنت مثلا تتعفوة النلوات محتاج تروح للدكتور هتلاقي الفلوس بتاعت الدكتور معك محتاج تجيب علاج هتلاقي الفلوس معك محتاج حاجة معينة هتلاقيها موجودة فيبقى ربنا سبحانه وتعالى أغناك عن غيري يعني أغناك أن أنت تبقى عندك حاجة لغيري أو تطلب من حد العون والمساعدة اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاثة والغينة طيب أنا مش حافظ أي حاجة من الأدعية مش حافظ دعاء من القرآن ومش حافظ دعاء من السنة ولا من الأدعية المأثورة أعمل إيه؟ كل دعاء ربنا سبحانه وتعالى في هذا اليوم يورده على قلبك ويجريه على لسانك إذا بيه شوف أنت إيه اللي في البقاط كده أقول أنا حاسس بإيه؟ أنا عايز إيه؟ أنا محتاج أشتغل طب يا رب أنا عايز أشتغل يا رب أنا عايز شوق الحلو أنا محتاج يبقى عندي أولادي يا رب يكرمني بالذورية الصالحة أنا عايز أولادي ربنا يوفقهم يا رب وفقهم وكرمهم عاوز زوجي ربنا يعمله حاجة حلوة يصلح حاله ويزوء بحاجة معينة أدعي يا ربنا سبحانه وتعالى يعمل لي اللي أنا عاوز أدعي لأولادي أدعي للناس كلها أدعي أدعي لبلدنا من ربنا سبحانه وتعالى يعني يكفيها شرور المخاطر والتهديدات بتحوم حواليها فندعي أي حاجة يعني بتيجي في قلبنا ونقولها بمنتهى البساطة ونشوف حالنا إيه شوف أنا محتاج إيه لو أنا مقصر في عباتي أدعي ربنا سبحانه وتعالى يعيني عليه ويقويني عليه لو أنا في أي حاجة في الدنيا محتاجها أقول لربنا عليها بمنتهى البساطة يعني ما مأيتش نفسي بإن أنا عارف أو أنا مش عارف وإحنا عندنا عفوا عندنا وعد اليوم باستجابة الدعاء فإحنا يعني نستغل اليوم ده ونستغل الوقت بتاعنا اللي فاضل فيه ونوض نلعي ربنا نذكر ربنا سبحانه وتعالى ونلعي ربنا سبحانه وتعالى أنه يعني يوزقنا لخير يا رب إن شاء الله حكمل مع حضرتك وفي يوم عرفة وفضل هذا اليوم لكن بما أن يعني السنة هي التجبيرات والسنة هي يعني أن إحنا نذكر ربنا طول وقت خلينا مع هذا الذكر مع هذه التجبيرات ودرج على حضرتك مرة تانية ونكمل معاك حديث عن يوم عرفة يا رب يا رب يرزقنا الحج كلنا بإذن الله اللي ما حجش هذا العام واللي كان عنده النية ربنا إن شاء الله برضو يعطي يعني ثواب الحج بنيته وبإذن الله يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال ده ممكن يحصل إن فيه أقوام حتطلع تجاهد وحتطلع تقاتل وفيه ناس حتبقا عدة في المدينة مش حتقدر حبسها العذر فإن شاء الله هم برضو مأجورين فإن شاء الله اللي حبسوا العذر النهاردة عن الصيام لأي يعني عذر صحي أو غيره أو اللي حبسوا العذر عن الحج لإنه اللي ما نستطاع إليه سبيله وكان نيته أو إنه هو يسافر إن شاء الله بإذن الله رب الاكتبال ولا إيه يعني أحدك صلاحيدي لو أنا ألطان طيب إن شاء الله يا رب طيب ليه سمي هذا اليوم بيوم إتمام الدين وأكمال النعمة يوم عرفة هو يوم إتمام النعمة ويوم إكمال الدين إكمال الدين لأنه يوم الحج لما نزلت فيه نزلت فيه هذه الآية كان أول حجة فيها الإسلام وبها اكتملت الأركان يعني كانوا المسلمين في وقتها عملوا كل أركان الإسلام الصلاة والزكاة والصيام وكان بقي الحج فلما فرض الحج في هذا العام وحج فاكتملت بهذه الحجة وتم بها الدين وتمت بها النعمة من الله سبحانه وتعالى ويوم عرفة يوم يتجل الله سبحانه وتعالى على عبادي فانز إلى السماء الدنيا ويباهي بالحجاج الملائكة فيقول انظروا إلى عبادي أو انظروا ما أراد هؤلاء وفي رواية انظروا إلى عبادي آتوني شعفا غبرا والمباهنة حاجة عظيمة تخيل ان حضرتك كده لما تيجي تتباهي بحاجة أو تتباهي بحد هيكون الحاجة دي بالنسبة لك عمد الزي أو الحاجة ده بالنسبة لك إيه حاجة كبيرة وحاجة مهمة وحاجة أنت بتحبيها أو حاجة أنت بتحبيه فمباهات ربنا سبحانه وتعالى بالحجيج ديها دلائل كبيرة جدا الإمام النووي لما تكلم عن معنى المباهة قال ان ربنا سبحانه وتعالى يباهي الملائكة بالحجيج وبأعمالهم لحسن أعمالهم جاءوا داعينا ذاكرينا ملبينا مصلينا لبيت الله حاجين والإمام المبارك فوري اتكلم عن مسألة المباهة قال لأن الإنسان عنده تحدي كبير جدا الإنسان يعني عليه نفسه وعليه هواه وعليه الشيطان وعليه حاجات كتير جدا بتجذبه للدنيا وبتجذبه لفعل المعاصي ومع ذلك الحجيج بيعملوا إيه تركوا كل ده وتركوا الدنيا وتركوا أموالهم وأعمالهم وأولادهم وكل حياتهم وراحوا لربنا سبحانه وتعالى في اليوم ده يعني لمنتهى التواضع ومنتهى الفقر وكلهم لبس بسيط جدا من غير أي مظهر من المباهة بتاع الدنيا يعني الدنيا لما بنباهي ناس بتباهي أحيانا بعربية وبيت وشكل ووافة كلها أمور ظاهرية بالضبط هم راحوا لربنا سبحانه وتعالى بدون أي حاجة من الحاجات دي مش عيدين غير مغفظة ربنا سبحانه وتعالى إمام بن عبدالبرد كمان لما تكلم عن المباهة أنا نسيت معجلش 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 سؤال فإنما معجلش 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 لكننا نكلم عن أن ربنا سبحانه وتعالى بيخفر للحاجيين شاء الله جميعا يعني بإذن الله وإحنا معاهم يا رب أنا يتطلب ده أيضا أننا كمان نحاول نخفر لبعضنا البعض نتسامح مع بعضنا البعض أهمية التسامح في هذا اليوم وهو يوم معلوم أن ربنا سبحانه وتعالى بينزل فيه ويخفر لعباده ويشوف طلباتهم ويقضي دعواتهم إن شاء الله حتى إحنا بنعمل حاجات زي كده في رمضان وهو سيدنا جبريل والملائكة هم اللي بينزلوا لكن إحنا دلوقتي بيكلم عن أن يوم معلوم وليلة القادرة حتى غير معلومة فهي أكيد حاجة عظيمة جدا إزاي نتسامح إزاي نعدي العفوات اللي حصلت في حياتنا مع ناس إزاي نعدي ظلم الناس لنا أو انتهاكوا من سمعتنا أو عردنا أو غيره ونقدر نكمله عجل طبعا في المغفرة طيب هو بداية أنا بشكر حضرتك لأنك لما قلت كلمة المغفرة أنا فتكرت كلام الإمام عبدالله أما قال إنه المباهة هنا بتستلزم المغفرة من الله سبحانه وتعالى لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يباهي بعصاه مذنبين وإنما يباهي بتائبين مغفور لهم فربنا سبحانه وتعالى معنا إنه باه ليهم يعني هو قبلهم وغفر لهم طبعا وسؤال حضرتك بقى أنه إحنا يعني العفو والمغفرة والصفحة دي من الحاجات الأمور المهمة جدا يعني ألا تحبون أن يغفر الله لكم كل واحد فينا يحب أن ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنه ويغفر له فلما قلوبنا يعني لما نغفر ونصفح عن من أزانا وعن من ظالمنا البناء إحنا اللي هيبقى صافي والبناء إحنا اللي هيبقى حلو فالمغفرة بدايتها أن أنت نفسك تبقى كويس أنت عندك معنى التسامح وعندك معنى الرحمة في قلبك وعندك معنى أن أنت يعني بتعفو عن من ظلمك وده في معنى القوة كمان ده مش معنى الضعف في ناس بتظن إن المسامحة دي فيها إن أنا كده معناها إن أنا ضعيف وده على العكس الإنسان اللي بيسمح ده إنسان قوي جدا لأنه هو قادر يتحكم في مشاعره الداخلية وقادر يتحكم في قلبه فده من الحاجات المهمة جدا أن احنا نحاول نعملها كان يعني دكتور مصطفى محمود قال الجملة وحباء قوي من القلة القليلة يعني اللي إحنا نبحث عنها في كل عصر هي القلة اللي بتتحمل ما تكره يعني بتبعد عن ما تحب أو يعني إنها تهجر ما تحب ده في سبيل الله فخلينا نتحمل ما نكره وعلشان ده يكون في سبيل الله ويخفر لنا طبعاً يعني في سبيل الله نخذيها النية عشان رباه الحض على يأجورنا عليها صحيح طبعاً هو يوم جميل والكلام عنه جميل والفعل فيه أجمل يعني السادة المشاهدين كلهم بدعوين للذكر والتكبير حتى هم بيتفرجوا علينا حتى هم بيتفرجوا على يعني القنوات السعودية دلوقتي الشعائر الحج كل عام وحضراتكم بخير وكلنا نكبر وكلنا نهلل ونفرح ونبتهج برحمة الله ومغفرته وده شيء عظيم بيدك أشكر حضرينيك شكراً جزيلاً أستاذة فاطمة صفي الدين مجستر الدراسات الإسلامية على وجودك شكراً 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 بعد الفصل